نفى مصدر مسؤول بجسر الملك فهد أن يكون هناك تكدسا للسيارات على الجسر كما ورد في بعض وسائل الاتصال الاجتماعي مشددا على أن جميع العاملين في الجسر يبدلون قصار جهدهم في إجراء المعاملات وأوضح أن الجسر شهد أقبالا متزايدا اليوم على الجانب السعودية القادم إلى مملكة البحرين مشيرا إلى أن هذا الإقبال المتزايد بسبب عطلة نصف السنة في الشقيقة المملكة العربية السعودية وأكد المصدر أن العاملين على الجسر سواء الجوازات أو الجماري كانوا على أهبة الاستعداد لاستقبال الزائرين وعملوا بكل جدا لنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن وأضف أنه مع الإقبال المتزايد لم يزد وقت الانتظار عن ساعة في كلا الجانبين مؤكدا ترحيب مملكة البحرين بجميع الأشقاء والزائرين والسواح من المملكة العربية السعودية الشقيقة وجميع دول الخليج العربية ولمزيد من التفاصيل معنا مباشرة من جسر الملك فهد مراسلنا من هناك بسام لبدوي بسام أهلا وسهلا بك بسام كيف هو الوضع على جسر الملك فهد وكيف تسير الأمور هناك بسام نعم أهلا زميلتي خيرا مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام نعم أسمعك تفاضل بسام نعم زميلتي أسمعك تفاضل بسام أسمعك 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 هل تسمعيني؟ نعم أسمعك بسام تفاضل واطلعنا على الوضع هناك في جسر الملك أسمعك أسمعك نحن على الهواء بسام تفاضل نعم نعم نحن في الحقيقة نعم نحن في الحقيقة متواجدون هنا منذ ساعتين تقريبا حيث تشير إلينا الصور الحالية التي ترونها الآن عبر الكاميرات مركز الأخبار التي أسرعت إلى الموقع لكي تنفي ما ورد من إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك تكدس في جسر الملك فهد كذلك المصدر المسؤول هنا في الجسر أكد كذلك أن ليس هناك تكدس وكما ترون بأن العملية تسير بأريحية وتسير بسلاسة كما أكد لنا هناك مواطنون التقينا بهم مواطنون خليجيون قدمون سواء من المملكة العربية السعودية أو من بقية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا أن العملية تسير بأريحية وأن هناك زحمة تتزايد من فترة إلى فترة بشكل نسبي ولكن هذا لا يعني أن هناك تكدس بل بالعكس للذين يرتادون جسر الملك فهد يدركون تماما كيف هو التكدس وكيف هي الزحمة وكيف تسير الأمور بسلاسة أنا أقول الآن أن الأمور تسري بسلاسة والعملين هنا في جسر الملك فهد يقومون يعني يبذلون قصار جهدهم لكي لا يتم هناك تعطيل للأخوة المسافرون والسواح الذين قدموا من المملكة العربية السعودية كذلك التقينا فيه مواطنون آخرون السواح آخرون قادمون أكدوا لنا أن هناك دافع وهناك سبب رئيس لعله يعني هو ما سبب هذه الزحمة التي تزايدت من فترة إلى فترة بأن هناك عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية كذلك هناك عطلة في بقية دول مجلس التعاون وهذا ما دفعهم إلى القدوم إلى مملكة البحرين وخصوصا أن في مملكة البحرين هناك جهود أخرى تبذل سواء من وزارة التجارة والسياحة أو من هيئة البحرين للسياحة والمعارض والتي قامت بتمديد أوقات العمل الرسمي للمجمعات التجارية وكذلك للوجهات السياحية في البحرين كذلك هناك أسباب أخرى ذكرها لنا وهي أن قدومهم أيضا من أجل السياحة ومن أجل الفعاليات التي تتواجد في مملكة البحرين ومن أجل قطع تذاكر جائزة البحرين للفرمولوان وكما تشاهدون أيضا تسير الأمور بكل ريحية والعملون هنا أيضا يؤكدون والبحرين أيضا تؤكد بأنها ترحب بشرقائها في دول مجلس التعاون الخليجي نعم الزميل بسام لبدوي هذا كل موادة دايخي نعم شكرا لك زميل بسام لبدوي شكرا لك كنت معنا من جسر الملك فاد لإطلاعنا على سير الأمور هناك مع قدوم العدد الكبير من الزائرين إلى مملكة البحرين والتي ترحب دائما بزوارها من الشقيقة القبرى المملكة العربية السعودية ومن كل دول مجلس التعاون شكرا لك بسام لبدوي لا لابد اليوم ما كان في زحمة ما كان في زحمة وكانت الأمور طيبة الإجراءات كالعادة يعني إجراءات روتينية والحمد لله ما لاحظت زحمة غير اعتيادية لو بسئلك عن مدة الوقت اللي أخذت فيها المعاملات والإجراءات منذ دخولك جسر الملك فاد وحتى الآن تقريبا 20 دقيقة 20 دقيقة؟ نعم نعم 20 دقيقة في الوكيند هنا السؤالي استحق الإجابة بس أنه في نصر أسبوع لن ما في زحمة فالإجراءات تكون أسرع فعلا يعني أول كان يعني أقل من العد اللي الحين الحين بزيادة يعني في زحمة والإجراءات أنا أشوف أنها يعني 8% كويسة والله بسبب الإجازة الإجازة القصيرة دي تعرف الواحد يتنفس وذا يعني ما كان في زحمة اليوم؟ لا الحمد لله ما في زحمة كان يوم الخمسة الزحمة طبعا تعرف بداية الإجازة وذا لكن أم الله الحمد لله يعني لا بالنسبة لليوم لا صراحة ما في زحمة يعني الوضع سهلات أتمنى يكون بشكل بشكل رسمي بس ممكن بدأت الدوامات أنا كنت جاي أنا قبل يومين كانت الزحمة يعني بحدود الساعتين كان في يعني يوم الجمعة الصباح بالضبط الساعة ثمانية اليوم والآن يعني في هذه الليلة؟ اليوم لا والله أتمنى الوضع كده بشكل مستمر نعم كم استغرق يعني كم مدة سبعة و تساعة عشر دقيقة يمكن ما أخذت لها الحين ربع ساعة لا والله كل شي طيب وكل شي نزين والحمد لله رب العالمين والطريق سهلس وكل شي نزين والحمد لله رب العالمين على كل شي كل شي اهتمام والله أنا أصلي المغرب في الخبر وجاي ماشي على مهلي وإلى حد الآن ماشي لا لا المدة المدة اللي استغرامت والله يمكن يمكن نص ساعة كده تقريباً اليوم الحمد لله ما في زحمة متوقعين بيكون الزحمة وساعتين ثلاث من قاعد نمكننا والعشر دقائق والله